السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو اللي ان شاء الله مع فيديو جديد اللي غدا نشارك معكم فيه واحد الوصفاخ في فضريفة حضرتها للي ذاتي ما فيهاش لحوم مهم بطريقة مبسطة جدا وغدا نهضر معكم في واحد الموضوع اللي مهم بزاف بزاف اللي نحنا كسيدات صراحة يعني كنحتاجوه باش يقوينا ويعطينا واحد طاقة ايجابية وما نهتموش بالاشياء السيلبية اللي كتكون ضايرة بينا اكيد اكيد ما كنش شي واحد فينا ما تعرضش يعني يعني الشيطة عنا كيف ما كنقوله يعني شي حد غدرك شي حد من عائلتك شي حد من صحابك شي حد قريب ليك يعني شي حويج اللي هزاتك يعني نفسيا وصافي وكتتحطمي وكتقولي صافي ما نكملش انا تغدرت انا هادي انا صادقة جيالي ما يعني درت معها زوين وكانت في حال اختي وكانت امنت على اسراري وفي الاخر اخدلاتني صافي كدنيا قدامك كدنهار يعني كدت تبلك صافي وقفات يعني كما نقوله الدنيا وقفات لكن البنات ما خصكمش تديروا في حال هاكا نهائيا لعكس خصك تجمعي الوقفة وتقولي لا خصني نكمل لانني ما زال الخير في الدنيا ما زال نتلاقى بناس زوينين ما زال انني نشوف حويجات زوينة في الدنيا يعني ماشي تلاقيت بديك صديقة سلبية او لش حد في عائلتك صافي خذلك صافي الدنيا كتوقف لا خصك تكملي وتجمعي الوقفة وتقولي غادة نكمل في طريقي للناجح ان شاء الله وترسمي يعني الافكار والاشياء اللي انت بغاها هكا تكتبيها في ورقة وتقولي خصني نحقق هادي وهادي بإذن الله تعالى طبعا تكوني راضي على نفسك يعني كل الرضا ومتلا مني كتكون روينة ضايرة بيك ما تشوفيش فيها وتقولي صافي راني فاشلا كيفاش غان دير مني نغان بداها لخص كتنوضي باش هكا تكمل السعادة ديالك يعني في ذاك النهار ما تكونيش نهار كله لانا البداية ديال النهار للبنات يعني في الصبح إلا انتي وانتي يعني كيف مما كنقولو كسلانة ما قادراش تحركي مالا أكيد أكيد نهار ديالك ما غدش يكون زوين يعني من البداية ديالي يعني النهار راك يكون من بدايت ويا إما من الصبح زوين يا إما صافي إلا بديتي في الصبح ماشي زوين وأنك فايقة انتي اللي ديره في راسك وفي الدهن ديالك باللي هاد النهار ماشي زوين أما إلا كنتي انتفاقة ورغم تكون عندك الروينة والدنية ضايرة بك مصخة كتقولي الله خصني النوت نجمع اللقفة والنوت نقاد هادي وهادي وهادي جولي داتي لقوا هاد الحاجة قوا هاد الماكلة سخونة الدار نقياه تدي لواحد شوية در ريحة دي لبخور في الدار مهم تعطري الدار دياليك تحسي بواحد الحيوي وواحد النشاط أكيد أكيد الصالة الصالة لبنات يعني كفاية أنك كتتبضي خمسة مرات في النهار وكتصلي رح الشيطان ما غدي شي ضور بك واستغفار لأن الله سبحانه وتعالى يعني منك تكون يعني انتي كتديري في ديك الحاجة لأن هاد شي اللي كنديرو احنا مع ولداتنا وهاد شي رح فيه الأجر الكتير يعني أنك تنوضي وتوجد ولداتك وتديه مدراسة وتقعد دي دار ديالك يعني رح ماشي سهل يعني ماشي أي واحد غادي نوضي دير هاد شي الى كانسيل بي رح غادي نوض من صبح وهو يعني آآ حازم راسه وما عارف نين يبدأ هنا البنات ونصيح التاني يا البنات أنكم أو للثالثة أنكم حتى الناس اللي ضايرين بيكم سيلبيين يعني مثلا كتبشي في الصباح كتلقي بشي صاحبتك هكا في مدراسة ماشي يعني الأفكار ديالي سيلبية وأنه ماشي تلي حاولوا أنكم تجنبوا في حالة الناس لبنات لأنه فعلا مني كتلقي ماشي حد سيلبي النهار ديالك كيدوز كامل سيلبي يعني مني كتشوفيك يعني يعني يعود لك غير لحويج الخيبة ولا الأفكار الخيبة وماشي شي حاجة اللي يزوينا وكتعدكو حد طاقة الإيجابية يعني الصديقة هي اللي تقولك نوضي الصاحب تي ديري هادي جمعي يعني كيكون ذاك يعني الصديق إيجابي لبنات راها كتعدي يعني را شي حاجة معدية لتلقيتم مع الناس إيجابيين راها كتتعادة وبديك الإيجابية لتلقيتم سيلبي حياتكم أكيد أكيد غيرتكون سيلوية وغدا نكمل معكم هنا البنات من بعد إن شاء الله إما في هذا الفيديو أولا في فيديو آخر ده بغدا نوريكم الوصفة اللي حدت لوليداتي اللي سهلة وما فيها حتى شي حاجة يعني شي شي تكلفة يعني وغنية بالخضر هنا البنات عندي آآ ليشوت بروكسل غسلتهم ورقته في شوية الملحة وكذلك اللي آآ البروكولي حتى هو غسلته وأنا كوشي كنرقضه في الملحة البنات الخضر على كم لا كنرقضها في الملحة بش نحي يدمنى ننقص من هدك ديك الأدوية اللي كتكون فيها وده بغدا نسلقهم بعد مغسلتهم بالنسبة البروكولي ما توضعوش في المبارد وعدك تسلقوه يعني في تنجرة نفسها خاصة آآ تخليوا ديك التنجرة في الماء حتى كي يغلي عاد بكت عاد باش كتحطوا في هدك البروكولي ديالكم باش يبقى محافظة للون دياله او لديك خضورة اللي كتكون فيه وكذلك بالنسبة آآ ليشوت بوكسل هنا راح لما كان سخن درش فيه شوية آآ ديال ملحة اولا غدا نديرها في دابة مع قلش بالضبط يعني آآ يمكن غنديرها دابة شوية ديال ملحة داروري باش هكا آآ يجيكم بنين يلا باش لما كنتوش بعين تشرملوها هكا تاكلوه بنين آآ وكذلك بالنسبة لهاد آآ لشوت بوكسل غدا ندير لهم آآ بعد الماء يغلي آآ الماء طبعا وراني كنت هنا مرق داع بالماء وشوية ديال ملحة لاحطوا معي البوكولين بعد ما سلقتوه كي حافظ على اللون ديالو وما كتسلقوش حتى كي ولي يعني هاري او لا كي يعني طيب بزاف مهم كتسلقوه كتخليو شوية قابط فراسو وكذلك بالنسبة لشوت بوكسل راح تهوما آآ صفيتهم يعني سلقتهم وهنا غدا ندير الكينوة بالنسبة للكينوة كندرتها لي انا وزوج ديالي وحتا ولادي كتعجبون صراحة كتجيزوينا وراها صحية حتى بالنسبة للناس اللي كيدلوا الحمية اولى الناس اللي فيهم الضيابة تراها مزينا لهم الكينوة ومزينا لكلش يعني ككل يعني الناس كاملين والدراري يعني ولي ذاتي غدا ندير لهم لبباط آآ بالنسبة لهنا عندي هنا زعلو كدرت آآ بنجل يعني خضر ما صلقه موالو قسلغي شوية القشرة ودرت معها الطماطم او لماطيشة تومة شوية الكامون شوية الملحة وشوية اللي بزار والفلفل احمر بودرة الحلو او اللي الحار وزيت الزيتون وشوية ديال قصبانو مع النوس مضروري ملكامون البنات واللي كيبغي يدير معها الحمض مصير يديروا معها راكي يجي زوين معها البنات إلا كنتو عمركم ما جربتوا هالطريقة جربوها وهدي آآ بتعطة ديال الفران اللي كندرت فيها تومة آآ غبرة ودرت شوية كوركم شوية الملحة شوية اللي بزار وزيت الزيتون آآ وشوية امكان شوية يزعت رهي شوية خفيف ماشي بزار يلا ما كانوش كيبغي ولي داتكم بلاش آآ بالنسبة لزعلو كراني آآ كيف مما شتوني قطعت داك شيف تنجرة خليتو هكاك على نار مهيلة ما حركتوش نهائيا يعني ديك العضرية كتبقى الفوق وديك الطماطم وكل شي يعني بدون سلق آآ صفيك تخليو على نار مهيلة ومني كيبدأ يطلق داك المديالو بدون ما تضيفو حتى قطرد الماء كالذوت معسو فيه هنا راني كيف ما كتشوفو مبعد ما صلقت داك الخضراء الشامبيني وغسلتو كذلك وقطعتو على على جوج غدا نديل لهم آآ تتبيلة اللي بسيطة بالنسبة لهاد الفيديو ما بغاش نديرو لكم طويل آآ لبات حتى هم ما راني صلقتهم غدا آآ نديرهم في الماء بارد آآ صفي هاد وبالنسبة لسمك السلامون يمكن لكم تعاوضو بستر ديال التجاج يعني اللي ما بغاش يدير آآ سمك سلامون يدير آآ تجاج شرائح ديال ستر دجاج ويديرهم تحتهم ما يعني مش حرين راهم كي يجيو زوينين آآ ضفت معه آآ شوية ديال تومة وشوية ديال ملحة وشوية اللي بزار وهدي صلطة خفيفة اللي درت فيها آآ كيف ما كتشوفو هادك ليشو داك الاحمر او للموف مع شوية ديال مايس وهنا الكينوة درت فيها شوية ديال مايونيز فلفل لالوان قطعة شوية ديال ملحة شوية ديال بزار زيد الزيتون وشوية ديال العصير ديال الحامض يعني آآ اشياء اللي بساطين وكذلك درت معه آآ شوية ديال آآ المايس آآ صار حكا تجي لديدة لديدة بزار وصافي هادو هما الاطباق على البناز بالطريقة بسيطة بالنسبة للشومبينيون درت لي شوية ديال ملحة شوية ديال بزار وشوية ديال زيد الزيتون يعني آآ شحرتو فيه وكيجيو هادو هما الاطباق اللي ساهلين وبساطين وكتفرحوا انتم موليداتكم بحويجات اللي في المتناول يعني هاد الخضر راه تقريبا كيكونوا آآ دائما عندنا فقط بالنسبة للسلاموني ما إلا ما عندكم شو راه يمكن لكم تعوضو آآ باي حاجة ولا ما بغيتوش تديرو حتى شي حاجة تديرو فقط الخضر هكا مقبلة شو راه كيجيو آآ زوينين وكنتمنى لبنات أن هاد الفيديو كون يعجبكم وهنا بالنسبة للزعلوك قدمتو في هاد آآ هاد آآ كيف ما كتشوف هاد بنات هاد بران اختيتو من آآ اكسيون مع دوك الكويتات الصغيرة وران ديالهم اللي درت فيهم آآ شوية ديال الخيار وآآ شوية ديال آآ نعناع مقطع رقيق اللي بغيتوه ما بغيتوش تديرو فقط الخيار وشوية ديال الغر الطبيعي وليب بات راني درتهم مع آآ شوية ديال الجزر محكوك وآآ الطون وآآ بالنسبة للصوس درت المايوناز شوية الملحة شوية لبزار وآآ شنو اخر مايس اولا دورا سفي هادو هما الاطباق اللي آآ صار حاكي يجيو الزوينين وبساطين كنتمنى ان هالفيديو كون خفيف ضريف على قلوبكم وان شاء الله في الفيديو المقبل آآ غدا نكمل معكم آآ الموضوع ديال الطاقة الايجابية باش هكا تكوني ايجابي في حيات ديالك ودائما آآ تفرحي بدك شي اللي عندك واللي اعطاك الله يعني انه كفاية ان نعطاك الله الصحة يعني احنا ما كنشوفوش الحويج اللي اعطانا الله كنشوفو غير الحويج اللي عندش حد اخر يعني ما كنشوفوش في الصحة اللي اعطاك الله رها في حد داتي يعني رها ما كتبع ما كتشرا الحمد لله والشكر لله وشكر الله دائما على النعم اللي اعطانا ودائما تحاولوا انكم تطوروا انفسكم الافضل والاحسن ويدوروا بكم ناس ايجابيين وانتلقوا ان شاء الله في فيديو آخر السلام عليكم اشتركوا في القناة